التغير العلني في الموقف الامريكي من الازمة في اليمن اعاد للواجهة الحديث عن المفاوضات خصوصا وان الدعوة الامريكية لإيقاف الحرب تلمح لفكرة الحكم الذاتي وهو الامر الذي احدث ارباكا في المواقف المحلية والاقليمية ينص الاقتراح الامريكي على وقف الضربات الجوية من التحالف على المناطق السكنية وضربات الحوثي الصاروخية على الحدود السعودية وصولا لدعم الجهود الاممية لاجراء المفاوضات نهاية نوفمري الحالي ترتكز جهود المبعوث الاممي مارتن غريث على تعزيز اجراءات بناء الثقة التي حددها بتعزيز امكانيات البنك المركزي وتبادل السجناء ويعادة فتح مطار صنعاء ويحاول المبعوث الدولي بذل جهد كبير للنجاح في هذا الشأن وقد اشارت تقارير دولية الى وساطة عمانية لاطلاق سراح السجناء رفيعي المستوى في صنعاء في الوقت الذي اكدت فيه مسقط دعمها للحوار كطريق لحل الخلافات الموقف الروسي ظهر ملتقيا مع موقف عمان فيما يتعلق بالحوار لكنه دعا الى تطوير الحوار الوطني برعاية اممية فيما صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بضرورة اتفاق سياسي يضمن ايقاف اطلاق النار فيما يبدو فان الضغوط العمانية جعلت ميليشيا الحوثي تعلن استعدادها للتفاعل الايجابي مع ما اسمته بالجهود الحيادية لوقف الحرب لكن الموقف الرسمي للشرعية بدى مرحبا بدعوات السلام ومتمسكا في الوقت ذاته بالمرجعيات المعلنة التي تنص على وحدة اليمن وهو موقف فسر من قبل مراقبين برفض مبطن لفكرة واشنطن عن الحكم الذاتي